النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول حصل مجلس المناقصات والمزايدات على شهادة الاعتماد لأخلاقيات المشتريات للمنظمات الصادرة من معهد تشارتر للمشتريات والتوريد وذلك بعد أن أكمل منتسبه التدريب واجتاز الاختبار في عدد من مجالات إدارة المشتريات والتوريد الأخلاقية وبهذه المناسبة أكد سعدة السيد ياسر بن إبراهيم أحمدان وزير رجؤون الكهرباء والماء رئيس مجلس المناقصات والمزايدات أكد أن حصول مجلس المناقصات والمزايدات على هذه الشهادة يعكس التزامه الثابت بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة عمليات المشتريات بفعالية وكفاءة من جانبه أشار المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات إلى حرص المجلس على تطوير مهارات الموظفين وتحديث منهجيات الشراء في جميع الإدارات والأقسام بما يتناسب مع المعايير الدولية في هذا المجال اختتمت الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار التابعة لـ CFA Institute النهايات المحلية لتحدي البحوث شارك في المسابقة خمسة فرق من ضمن أربع جامعات محلية وهي الجامعة البحرين والجامعة الأمريكية في البحرين وبولي تيكنيكا البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بـ IBF حيث قدم كل فريق تحليلاته وتوصياته بشأن الشراء أو بيع أو الاحتفاظ بسهم الشركة ABM Terminals هذا وأشرف على هذه التقييمات النهائية لجنة تحكيم مكونة من محللين ماليين معتمدين من ذوي الخبرة في القطاع المصرفي والاستثماري من جانبها أكدت صفية العلوي أعضو مجلس إدارة الجمعية المستوى العالي الذي قدمه الطلباء في تقاريرهم وعروضهم النهائية وفي ختام الفعالية تم الإعلان عن الفريق الفائز في النهائية المحلية والمتأهل إلى المنافسة الإقليمية الفرعية وهو فريق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية هذه التحدي هو على المستوى الدولي وإن شاء الله الفائزين في هذه البرنامج يتأهلون حق الشرق الأوسط من ناحية الشباب البحريني من أهداف الجمعية أنها تجمع بين ناحية الأكاديمية والدراسات الأكاديمية مع الخبراء في المجال الاستثمار ويكون فيه نشر ودمج بين المعلومات بينهم وإن شاء الله يثقف من الشباب البحريني تحدي البحوث التابع للجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار هو تحدي عالمي يوفر منصة للأجيال لفهم ما هي التخطيط المالي وكيف يقومون بإجراء بحث بالأسهم ويوفر أيضا منصة لجيل الشباب لاكتساب مهارات العرض التقديمي والاستثمار والآن نترككم مع أعضاء الأسواق المالية الخلوجية تنطلق في مدينة الرياض خلال الفترة من الرابع إلى السابع من شهر مارس من العام الجاري أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض ليب 24 التقني بمشاركة ألف متحدث وستمائة شركة ناشئة وألف وثمانمائة جهة عارضة يهدف المؤتمر والمعرض إلى تسليط الضوء على التكنولوجيا الملهمة في جميع القطاعات الرئيسية بما في ذلك الصحة والتمويل والطاقة والتعليم والترفيه الرقمي والنقل والمدن الذكية وسيقود هذا الحدث هيئة تدريس من مبتكرية تكنولوجيا المشهورين عالميا وسيركز على أكثر دراسات الحالة إلهاما حول العالم يتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية قبل بيانات التضخم المرتقبة على نطاق واسع والتي يمكن أن تؤثر على توقعات أسعار الفائدة وواصلت عملة بيتكوين التحليق بعيدا وتجاوزت 63 ألف دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة لتصل مكاسبها في فبراير لنحو 50% فيما يمثل الارتفاع الشهري الأكبر منذ ديسمبر عام 2020 ترجمة نانسي قنقر